زي ما طبعاً سيامي قالت عندنا محاور كده إن شاء الله في اللقاء طبعاً هنتكلم على الأسطورة الكابتن الله يرحمه كابتن محمود الجهاري بس خلينا نبدأ بمباراة النادي الأهلي وسيمبا أكيد طبعاً حضرتك متابع يمكن أول مباراة في دوري المجموعات كان النادي الأهلي طبعاً تفوقه على المريخ 3-0 في حين كان جزء من المفاجأة إن سيمبا بيفوز على فيتا أكلاب على ملعبه طبعاً في الكونغو 1-0 رؤيتك الفنية كابتن للمباراة اللي جاية إزاي؟ لا طبعاً المباراة صعبة صعبة ايه طبعاً عمره ما تكون سهل أبداً النتيجة مؤشر رايح تلعب فيه على ملعبها كسبانة في ذاكروب الكونغولي في ملعبها في الكونغو وفي تنافس شديد جداً وفي عايزة أقول إن النادي الأهلي بيجمع يعني جمع ثلاث نقاط على ملعبه اللي عايزة يوصل ما يتغلبش بره في نفس الوقت في المخابل الخصم ما بيخسرش على ملعبه وعايز يجمع نقاط على ملعبه عشان خاطر يوصل للأدوار النهاية فأعتقد المباراة صعبة فرقة من السهلة وكرة الخدم على بيتنا كده ما فيش حاجة اسمها سهولة في المباراة حضرتك عايش الأجواء دي تسهام الأفريقية طبعاً طبعاً وفي جماهير والماتش أيوة فيه أنت نارضا أعتقد من السنين النادي الأهلي ملعبش أمام 30 ألف متفرج في مدرج بكتير وأوى حتى لما كان في البطولة في كاسة عامل الندي يعني حاجة لا تذكر لكن طبق بتقال جمهور بس معاك المرة دي بتلعب ضده 30 ألف بيشجع الفريق المنافس أجواء جديدة فيه لعيبة بقالها فترة طويلة ما لعبتش أمامل الجماهير دي فأعتقد المباراة تبقى عايزة فكر وعايزة تزان وعايزة تشكيل وعايزة إدارة إدارة قوية جداً للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة